السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معكم يحيى السلبي في درس جديد من دروس دورة بايثن في الواجهات ان شاء الله في هذا الدرس سنصلط الضوء على مكتبة البايكوتي عن قرب اخواني واخواتي لكي نستطيع التعامل مع اي مكتبة في لغة بايثن يجب علينا فهم البنية التي تتكون منها المكتبة فاذا مكتبة البايكوتي طبعا تتكون من العديد من الكلاسات طبعا ما يقارب الستمائة كلاس وايضا ما يقارب بحدود الستة الاف من الدوال التي تسمى بالفونكشنز او المثلت قسمت الكلاسات استنادا على التشابه الوظيفي طبعا بشكل عام طبعا قسمت على هيئة حزم فكل حزمة سميت بالماجل فاذا مكتبة البايكوتي تتكون من حزم التي تسمى الماجل فكل حزمة تتكون من العديد من الكلاسات التي تتشابه غالبا في الوظيفة طبعا هناك العديد من الحزم بحدود ما يقارب الخمسة عشر حزمة طبعا لن اتطرق الى جميع هذه الحزم سوضح اهم الحزم الاكثر استخداما في مكتبة البايكوتي فان شاء الله من هذه الحزم سنأخذ الكوتي كور والكوتي جيو اي والكوتي وجيتس ماجل الكوتي كور طبعا الحزمة التي تحتوي على اي ان كلاسات هذه الحزمة لا تتسم بصفات رسومية فمثلا كلاسات هذه الحزمة تعالج امور التي تتعلق بالوقت والملفات والمجلدات وانواع البيانات منها الاستريم و الاورال او الروابط منها وايضا المايم تايبس والثريدس او البروسيس اما الكوتي جيو اي فتحتوي على الكلاسات التي تعالج امور منها الايفنت هاندلينج وايضا الاشكال ثنائية لابعات لنسميها 2d graphics والرسوم البداية او الاساسية منها مثلا لدينا ايضا البانتس والتيكس النصوص والخطوط فاذا هذه الحزمة تعالج هذه الامور اما الحزمة التي تسمى الكوتي وجيت فانها تعالج العناصر الرسومية التي يستخدمها المستخدم مباشرة فاذا هذه اهم ثلاثة حزم حاولت ان اوضحها في هذا الدرس طبعا هناك حزم اخرى التي تتعامل مع النيتورك على سبيل المثال مع قاعدة البيانات الديتابيس فان شاء الله في الدورات المتقدمة سنتطرق لها طبعا الفقرة الثانية في هذا الدرس اخواني سوف نتعرف على بيئة الكوتي ديزاينر ونوضح بعض الاشياء المهمة اذا سوف ننتقل لبيئة الكوتي ديزاينر طبعا مثل ما اوضحت في الدرس السابق اخواني اول ما نقوم بفتح الكوتي ديزاينر تظر لنا هذه النافذة طبعا سنغلقها الان لتوضيح بعض الامور في الواجهة طبعا هنا مثل ما اتلاحظون اخوان في الجهة اليسرى لدينا وجد باكس اي عناصر الواجهة فمثلا لدينا هنا اللايالتس والسبايسر والبطنس ان شاء الله سنقوم بتوضيحها وفي هذا الجانب الجانب الايمن لدينا البروبرتي اي خصائص الانصر او الوجهة فان شاء الله سنقوم بانشاء نافذة طبعا من خلال هذه النافذة اخواني لدينا هنا التمبليتس او القوالب الجائزة منها لدينا المين ويندو والوجهة وتحت قائمة الوجهة لدينا الكيو فريم والكيو جروب باكس والى اخره من انواع الوجهة اذا سوف نقوم باختيار الوجهة نكبرها قليلا فاذا اخواني في هذه النافذة عندما نختار النافذة هنا في قسم البروبرتي ايديتور لدينا خصائص النافذة اي هذه الخصائص هي خصائص هذه النافذة نستطيع من خلالها تغيير الارض النافذة وارتفاع النافذة ولدينا الكثير من الخصائص السايز لدينا المينيموم سايز ماكسيموم سايز والكثير من الخط طبعا والكثير من الخصائص ان شاء الله سنقوم بتوضيحها كلما نستخدم خاصية من هذه الخصائص طبعا اللايات اخواني اخواتي لدينا هنا اللايات اخواني اخواتي هي شبيهة باطار تقوم بترتيب الوجيتس داخلها فمثلا عند استخدامنا لعدد من الازرار فنلاحظ ان اللايات تقوم بترتيبها عموديا وكذلك في الهاريزانطل ومثل ما تلاحظون اخواني وايضا في طبعا هنا القرد الشبكي ولدينا ايضا الفورم طبعا شبيهة بالقرد على العموام اخواني فاللايات تستخدم لترتيب العناصر الرسومية طبعا هنا لدينا انواع الازرار البوش بطن لدينا على سبيل المثال الراديو بطن ولدينا تشاك باكس وايضا لدينا الكماند لينك بطن ولدينا الديالاك بطن باكس اما تحت الازرار فلدينا الايتم بيو طبعا ولدينا الايتم وجس طبعا اخواني واخواتي لن اتطرق لهذا القسم طبعا مكتوبة بين قوسين الماضل بيست طبعا هذه تستخدم اسلوب الام بي سي طبعا اسلوب اخر في برمجة الواجهات لن نتطرق لانها اسلوب اخر سوف نعتمد الايتم وجس خلال الدروس فلدينا من الايتم وجس لدينا الليست وجد ولدينا التري والتيبل طبعا لدينا الكنتينر منها الروب باكس عفوا ولدينا ايضا التاب وجد طبعا لدينا الفرايم والوجد ان شاء الله سنستخدم كل ما تقدمنا في الدورات المتقدمة ان شاء الله سنقوم باستخدام هذه العناصر طبعا طبعا لدينا الانبوت وجد عناصر الادخال اشهرها الكمبا باكس ولدينا الان ادت ولدينا التكست ادت والسبن باكس ولدينا ايضا الدبل و لدينا الوقت و لدينا الوقت طبعا و الديت التاريخ و لدينا ايضا معا الديت و لدينا وجد اخر الديل الديل و لدينا من ال لدينا الاريزنطل و البرتكل و لدينا من ال سلايدرز لدينا الاريزنطل و البرتكل و انا اخواتي لدينا الكثير من انواع العناصر الرسومية التي نستطيع استخدامها حسب الحاجة في اي مشروع طبعا من قسم الديسي بلاي وجد لدينا الليبل و لدينا التكست براوسر و لدينا البروغرس شريط التقدم شريط التقدم مثل ما تلاحظون اخواني و ايضا لدينا اللاين الاريزنطل و البرتكل مجرد فواصل خطوط و ال اوبن جي ايل وجد طبعا تتعلق بالغرافيكس ال اوبن جي ايل على العموم اخواني و اخواتي فاذا هذه اهم العناصر الرسومية التي نستطيع من خلالها تصميم الواجهات فعند النقر على كل عنصر هنا في من قائمة البرو بارتي اديتور نستطيع اعطى الخصائص البدائية لكل عنصر فان شاء الله مفهومة هذه العناصر اذا اخواني اخواتي قبل نهاية الدرس نأتي الى اخر فقرة وهي فقرة سؤال الدرس طبعا احببت ان اوجه سؤال الى المتابعين والجواب ان شاء الله سيكون من خلال التعليقات تحت الفيديو طبعا ساقوم بتثبيت اول اجابة صحيحة في التعليقات السؤال العناصر التي نصممها في بيئة الكيوتي ديزاينر الى اي ماجل تنتمي في مكتبة الكيوتي اتمنى ان يكون الدرس واضح وانا انتظر استفساراتكم ملاحظاتكم حول الدرس وارجو منكم مشاركة الفيديو مع زملائكم لنفيد الاخرين والسلام عليكم ورحمة الله ببركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة